دلوقتي مشاهدين معاد مجز الأهم الأنباء مع دين شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن الهدف من القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العالمين الجديدة هو الإبقاء على إحياء القضية الفلسطينية وخلال حواره مع مجموعة من طلابه وطالباته الأكاديمية العسكرية المصرية ضمن جولته التفقدية قال الرئيس السيسي إنما يحدث جذء من جهود الدول الثلاثة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وفي سياق آخر شدد الرئيس السيسي على أن مصر حققت توازنا سياسيا في علاقتها بين الشرق والغرب خلال السنوات الماضية لافتا إلى عدم تدخل مصر في حالة الاستقلاب الدولي الحالي وأن لمصر علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والغرب فضلا عن العلاقات الجديدة مع الشرق كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا وفقا لصلاحياته الدستورية يقضي بالعفو عن بعض المحكومة عليهم بأحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة وعربت لجنة العفو الرئاسي عن شكرها للرئيس السيسي على القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكومة عليهم بأحكام نهائية التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفطر في بنغازي في إطار التباحث حول مستجدات المصاري السياسية وأكد القضى في بيان عدم مشاركة في أي تليجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره كما تم الاتفاق على أن يتولى مجلس النواب باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6 زائد 6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها للتنفيذ أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عن اقتراح بفترة انتقالية للسلطة لا تتجاوز ثلاث سنوات وحذرت تلك المجموعة من أي هجوم يستهدف النيجر لن يكون سهلا على المشاركين فيه جاء التحذير مع وصول وفد من مجموعة دول غرب إفريقية إكواس إلى عاصمة النيجر في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن تدخل العسكري حثت الولايات المتحدة الصين على التوقف عن ممارسة ضغوط على تايوان بعد أن بدأت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة وذلك ردا على زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة وقال متحدث باسم وزارة الخارجي الأمريكية إن واشنطن ستواصل مراقبة تدريبات العسكرية الصينية عن قرب قال مسؤولون أوكرانيون إن سبعة أشخاص بينهم طفل عمر ستة أعوام قتلوا وأصيب 129 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميداناً في وسط مزينة تيتشيرنيها عفل تاريخية بشمال أوكرانيا ومن جانبي أشار حاكم المنطقة إلى أن 140 شخصاً طلبوا الحصول على مساعدة طبية و41 شخصاً نقلوا للمستشفى بجراءة تلك الضربة ورياضياً تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية لوزير الشباب ورياضة أشرف صبحي وعرب مجلس إدارة عن شكره لوزير الشباب ورياضة على ما قدمه للمجلس خلال الفترة الماضية كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للنادي ولجماهيره في المرحلة المقبلة ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال الباقي في قرار صباح الخير يا مصر